سليم تعالي نشارك معك اختي هذا الميني فلوك نهار اليوم دازم هير من قوشك ايو انتها الحبيبة ديالي بعد ما فطرتنا و سالينة قلتنا شوية تحتتنا والوالدة قلت نوم حيدي كان عدي مميعنات كنت غسلهم في الليل قلت هر يرجعهم نصيحة من عدي أنك مميعناتك تغسلهم في الليل فرش لي منازو يفهد كان نحطهم لغاية الصباح كنت نرى وكان رجع بشوية بشوية صافي رجعت مميعناتي على حقهم وطريقهم كل حاجة في بلاستا مباشرة اختي اللافابو عدي ما فيهم مميعنات نعجل الخبز دارتم معارف العدد اليومية أنني كالعجل الخبز واللول خديت شوية الفورس خديت شوية الضراء وشوية القمح هو قد نخلطه لكل شيء ونعجلهم خبز دارتم معهم شوية الخميرة شوية المليحة وشوية السقع خلطهم بالماء قدرت عليهم زويته وغطيتهم على جب الوالدة قلت يسير يا جميلة جيبليا لاغتي ظان من بهم قلت له أخي أمي ما ديالتي بسم الله على بركتي القلب الجلابي تودرزي في منقوش لك قلت حيدي الوالدة صخرتني خليني نمشي خليت الخبز مدير لغدا قلت له خليلي تنجي ونديره صافي مشيت مشيت نجري وشيت نجري ولكن جيت محملة الحبيبة ديالي ما خليت مجد أنا غنوريك الحبيبة ديالي هجت نوريك ويلي ما نكبر شفك الحبيبة ديالي تعالي هانتي بيدو الزيت وقرعت الخلط محنت ايك يا امي أخوتي لما شيت قدية هذه تأيقرة قدية صافي ما لقيت اغتيزان جيت في حالتي اخديت الزيت كان خاصة والخلطة هو اخديت الخبز جمعتني جوين باته قلت هارين ندير لغدا 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 قلت لغدا لغدا قلت يقوقوا جلبانا هارين نديروه بالجاج رشحل من المشاركات ولا من اللبنات ضروريك يقولك خصنع اللحم لا الجاج تأوك يجي مخضر يجبك تعرفي الطريقة لكي تخضرها الجاج يجبك تعرفي الطريقة كيف يديري لي الجاج كانت تلقمي انا اخديت الجاج قدرت عليه شوية سكينجبير شوية الخرقم عرق شوية البزار واحد النص دوايمة زعفران وكيبغي ليقامه الجاج كيبغي شوية ليقامه انا تعرفيه حكتوا مق صافي بعدما قدرنا هذا اللقامة كاملة ثوية مودك الشي صافي خضي الجاج القياس اللي بغيتي ودرت عليه شوية المق صافي ونرده فوق البوطن نسيت حكي شوية الملح انا غنضيرها دابا صافي شوية الملح صافي ونضيرها فوق البوطن خليه نقليه مزيان هو الدجاج اللي بغيتي يجيزوين انتي تبع اختي ناصح دي الجوين منها بلتي نوريك اختي الغداء ديال الواليدة ديالتي دايره على الخضراء في الطوائفين ورده اختي فوق البوطن ديالدو قلت لها انتي شوفي على المعنش القبيلر ما كانت معه سوف نتحرك في الكوزنة سابقون يوم وبركو سوف نكمل معك اختي غديوتي صافي قلينا ذلك الجاج مزيان درت عليه بصيلة ان شاء الله تمزيان ودرت عليه صافي وخليته يتقلي على خاطر خاطره ضروري تبقى يتقلي فيه ويدقلبي فيه تايد دخمرا في ذلك اللي قامة كي يجيبنين على مزيناته ليس لديه ويجيبيه ويقول لي صافي أنا لا قليه مزيان اختي في اليقام ليس ضروري يكون لديك الحم على الجاج راتتي كتخضر كل وقته ووقته كل نهار ونهار راتشير الدوام ليس كل هذا صافي بعد ما قليته مزيان تقليليه مزيان حييته درته في الطبيسيل هذه كل مرة يقلي بقات في القاعدة الكوكوط هي اللي سوف نرمع لها الخضائرة القوق يصوب لي الواليد يجيبوه مصوب يجبوه في الواليد تقليليه يجبوه يصوب لي السيدة بالحامض لن سلقه موالا لن يسهل نغسله كما يجيبو لي الواليد يغسله السيدة بالحامض يزال سوف ينجح وانطفوه ونشدوه في الواليد في الوقت يجبوه سوف نجبو الكوكوط سوف عملت القاعدة بالتاعة الأخي والبطائطة يجبوه يمتلك المرسل لحياتنا اليومية وعاداتنا اليومية تشوف الأطباق في عدنا ضياف والمناسبة تشوف الأطباق العادية في عدنا اليومية سوف قطعت عليها بطايته في حالها كما تشوفي قطعت بطايته وقمتها في غطاء حين تجب القوق قليلا في الضياف لديه من قرأة سالينة وقمت بقية وقمت بقية قديمه شديدة امزاره وصابة امزاره امزاره الامزاره احزاره اهل جديد امزاره ائتي امزارا امزاره الان أخبرتها. صافي حبيبتي صافي. قمت بتزويتينات حينها. صافي. أنا مرأيقتي صافي جمعتها. قمت بتطريقها. حجباتك هيك. ستنضيش نهار ديري. أنا بينا حين سهلة. سهلة مالا على كوكوت. ستسدي على دغيقة ديرها وتبركي في حالاتك. قمت بتطريقها. صافي سديت الكوكوت وتعليقها وخليتها. الخمس تابعة لأخبارها. بقيت كل مرة ندير لي تصفيف. رعاود خمر وقررتها. وقررت له الأشريطة. وقررت له الأشريطة. وخليتها كعادية. غطيته. مباشرة شعلت الفران. أنا راح كما نغطي كان شعل الفران لكي يسخن. حينتها خامر تبارك الله. وinander الكوكوكوكوكوكوكوه انظر الكوكووو و لكن اقفتها ندفعي اختي دائم جيدا على طريقه خبز او طابعي بجي احلى مزيناتو خبز مشاهي تكفيه يا حبيبة حانتي ادري حتى اقفتها قد ارجع الفران و اصافيها تشاكل الاشي طابعي على طريقه سوف نغطي الخبز او طابعي لا بقى ليه ما كان عججل غد كي بقى ليه مزيناتو و منقوجه كانت ابتدى الهائل رائعية يبقى على مزويناتو سوف نغطي ونضع اختيه فوق من هذا نرى الكوزينتي جمعتها قديتها نقية على حقه وطريقه كوكوتي سرده يغمر الطائجين الوالدة وطاب سوف كل شي مقادم سوب الخبز طيبته وحطيته فوق الميدة يوصل عن بي كوزينتي سوف يمسحته وكل شي أنا دير اختي هذا الموقيت هذا اللي اختيه بالي وهذا اللي كل شي كان ديلي برم برم كان ديلي هاديك باي باي كان ملقوش ما ما كان تمحن ولو في الكوزينة والله العادي مدرت هذا الموقيت لا رحمة من عطسي دير بي والله العادي من كده بشعله كان ديلي جيت قالت لي الوالدة نضي حط الغداء نضي حطيه حطيت الغداء عدي قوة طبايطة ديال حطان عدي الأخ ديالي يجي يعدي في العشية والوالد ديالي توي خاصه مرايقة في الليل نحنا قل نضيه تاني في الليل ندو نحرك وحكركنا بالنهار ونحرك وتاب الليل اللي اخوتيك نفهم نضير شوية منهار وشوية بالليل حطيت البطايطة ديالتي تبعتها بشوية نحط في طبايطة ديالي بشوية 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 علية وحطيت القوقة التامة في جنيب هانتو ماكيما والكارجات واحد المرقة أنا رأيت لديها شوية كنوكح المرايقة ماكي المرايقة ماكي المرايقة يخوز هذا الماما مايجي ما كانت تحجمني ما عارض كي يجيني منقوشك المرقة مياه سافي هانتو ما هذا حطيج لي بنتي فيها مايطي شعل والفضويناتها موصل عن بشوية مايطيسك لحقت منقوشك ما شهيتك في يا الحبيبة او مرحي قدرت فحلها كيف يجينك مرحي قديث لي هالكلام يا حبيبة أعطيتك فكرة وكنت يا أخوتي بقدرتي عفل كوكوط خليليل وحط لي جاي عددك وخليه يلا السلام عليكم وخليت لكم الراحة وكنتمنى ترجمة كومنتر ودعموني